سباح الخير 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 وفي عندنا كمان اليود وغير أنه أقل بالكوليسترول يعني اللحوم الحمرة فيها كوليسترول أعلى فهنا أقل بالكوليسترول فكل هاي الفوائد عم تتجمع في الأسماك يعني إحنا مبارح كانت معنا رزان شوحات وكنا نحكي عن اللحوم الحمرة وأنا بدي أقنعها أنه هي كتير مفيدة بسي بنهاية حكت أنه الأسماك هو أفضل إشي صح وعم نخصها بالأهمية للمرأة الحامل طب شو الأشياء اللي الأنواع اللي تتقرب منها وتبعد عنها وخصوصا أنه إحنا بلد مش على البحر يعني نادر ما نلاقي سماك تازة غير إذا طبعا توجهنا للعقبة هذا الموضوع اللي بيخوف دايما الحوامل إنه بدون يأكلوا سماك بس مسمعوا مثلا من بعض الأشخاص لا ما تأكلوا سماك أبدا لا هاي النصيحة خطأ فيه أنواع أسماك مسموحة وأنواع من الأسماك غير مسموحة فيه معنى صور باروش دانا إذا جاهزين بعض الأنواع الأسماك الغير مسموحة وليش لأنه موضوع الزئبق الزئبق هو عبارة عن مادة بتيجي من مخلفات المصانع من التلوث عم تيجي على البحار بتترسب بالمي وبيصير فيه عندنا تركيز في الأسماك هلا بنحكي عنها أكثر هلا عندنا هون الأسماك الغير مسموحة وبتلاحظي كتير من أنواع الأسماك مش موجودة بوطننا العربي بشكل كتير كبير أو ما منتناولها هذا يهمنا إذا طلعنا سافرنا نسأل عنوان السماك الأسماك اللي فيها زئبق عالي ولازم من سيد الحامل تتجنبها عندنا سمك القرش السمك بنسميه أبو سيف سمك المكاريل وفيه مننا معلب فيه مننا موجود بالأسواق عندنا هون بس فيه مكاريل كبير وصغير هون مقصود المكاريل الفرش الكبير عندنا السوشي موجود طبعا أكيد بمطاعمنا كتير خاصة لأنه بكون فيه أسماك نية أي سماك غير مطبوخ بشكل كامل أو ني يعني أنواع السوشي أنواع الأكل الياباني والصيني إذا كنا شاكين إنه مش مطبوخ بشكل كامل أبدا لازم ما تتأخذه الحامل عندنا الأسماك المبردة والمدخنة أو اللي بتيجي مثلا بسندوشات مبردة أو بتيجي زي السموكت مثلا المدخن السالمون أو هدول هذول يفضل تبتعد عنه هذا كله عشان الزئبق ولا عشان ني هلا أول أربعة عشان الزئبق والباقي للأشياء عشان نية ومنخاف من أنواع بكتيريا ممكن تعمل تسمم وتعمل حالات إجهاض والمدخنة برضو عشان أنواع بكتيريا ولأنه نسبة الملح العالية جدا هلا إذا من نجي للصورة اللي بعت في عنا بعض الأسماك اللي ينصح بتناولها وما في مشكلة إذا سيد الحامل تناولتها عنا سماك القد أو الكد بيسموه وبينباع عنا في لي موجود يمكن سيدات ما بنتبهوا الأنواع الأسماك أسماك بيضاء بتكون مفرزة وأنواع معينة فيه السالمون وهو صحي جدا السرديل سالمون المطبوخ طبعا سالمون مطبوخ طبعا سماك التونة اللي مع لنا بالخفيف وفيه عنا الربيان هلا فيه أنماء تانية غير هدول زي السباس زي سماك السباس هذا كتير برضو موجود عنا فيه عنا زي الكراب أو السلطعون وغرضو هدول ما فيه مشكلة ولكن المشكلة بالكمية كله هدول ما فيه مشكلة بس الأول أسماك اللي كان فيها مشكلة يعني ثمار البحر بشكل عام ما بتخوف بس اللي حكينا عنهم إلا إذا كانت نية لا السردين السردين ممكن الآن الأهم من هيك الكمية يعني إحنا على حسب الرشادات الغذائية ينصح أنه إحنا ما نتجاوز تقريباً اللي هو مرتين بالأسبوع من الأسماك بمقدار مثلاً زي كفة الإيد رفتي اللي هو تقريباً معدل كل مرة 170-150 جرام لا ينصح نتجاوز هاي من خاف من الزئباق أو من ملوفات تانية إذا تناولنا مرة بالأسبوع برضو أتكفت إيدنا كتير منيح ما بدنا نتناولها أقل لأنه أقل أنت ما عم تاخدي احتياجاتك بدنا نحاول السيدات الحامل ياخدوا هاي الكمية على القليلة مرة في الأسبوع لا ما رح يضر مرة كافية ما رح يأثر على الجنين ممكن من مرة لمرتين هلأ إذا ما بحبوا السماك على القليلة مرة في الأسبوع طيب إذا بحبوا ثلاثة أيام أربعة أيام لا ما بصبط لا ينصح لأنه من خاف إحنا من تراكيز الزئباق من تراكيز ملوفات تانية ممكن تكون يعني هي ما بتأثر عليها لكن بتأثر على الجنين لأنه بدنا نحافظ على توازن ما بين شي من سميه الأوميغا ثري والأوميغا سيكس أنواع الدهوني إحنا مشكلتنا بغزاءنا مش غني بأوميغا ثري مش غني بأوميغا ثري ومناخد كثير من الأوميغا سيكس اللي هي موجودة في الزيوت النباتية بقول لك بالجسم لازم يكون في توازن للحماية من أمراض القلب للحفاظ على نسبة الكوليسترول عشان يقوّل جهاز المناعي مشكلتنا مش عام نحافظ على هذا التوازن طب اللي منخاف منه برضو يعني زي ما حكيت لأنه إحنا مش كتير متوافر السمك إنه منروح السمك لمفرز الفيلي بنسمع برضو كتير عن قصص بتخوف جاي من هاي المنطقة بديش أذكرها إنه مش منيح يعني إيش تنطفين الموضوع المفرز المفرز ما في أي مشكلة ما في أي مشكلة بالأنواع ولكن أكيد إحنا في عنا رقابة صحية وأي نوع إذا كان في سمك فاسد هاي القصص بنسمع عنها أكيد بيكون في عنا رقابة وبنسحب من الأسواق يعني موجود بالأسواق ما في أي مشكلة يعني يا ريتي بنقدر ناخد الطازج بس للأسف إحنا مش عنا كتير بيفرق رباح طعم السمك من ناحية الفائد الغذائي مش كتير ولكن بيفرق شوي أكيد استمتع وإحنا استمتع في فائدة غير مش زي لما يكون طازج هلأ بنعرف أنه زي ما حكيت اسمك أوميغا ثري غنبية أوميغا ثري في أنواع لأوميغا ثري هادا الناس اللي ما بعرفوه يعني زمان حكينا عبزول الليتشيا أنا جايبتم هون حكينا عالمكسرات في عنا جوز فستق حكينا عن بزور الكتان وفيها أوميغا ثري هلأوميغا ثري أنواع في الأوميغا ثري بيسموه هلأ هذا موجود في الزيوت النباتية في بزور يعني هاي المصادر اللي عنا مثلا عنا بزور الليتشيا أو بزور الكتان عنا زيت الكانولا في عنا هناك قولي حبوب بزيت سمك ألم نحكي عنها وعنا المكسرات هلأ هاي الجسم بقدر يحولها للأوميغا ثري نوع الموجود في الأسماك اللي هون نسميه الـ EPA والـ DHA اختصار لأسماء من الأوميغا ثري ولكن ما يعني ما بتكون كفاءة تحويلها للـ EPA والـ DHA اللي هي مفيدة جدا للتطور الدماغي يعني هذا الفرق ما بين المصادر النباتية ومصادر الأسماء يعني هي مفيدة بس ما بتأثر على الجنين يعني ما بتعطي الفائدة كل الدراسات بتحكي على أنواع الأوميغا ثري اللي هي الـ EPA والـ DHA وهاي مصادرها الأسماك أوكي فهذا الفرق ما بين المصادر النباتية مش غلط المصادر النباتية بتعطيكي ممكن جزء منها يتحول ل زي نوع الأوميغا ثري الموجود في الأسماك ولكن ينصح عشان ناخد إحنا الفائدة حتى بقول لك دراسات جديدة مش بس لتطور الجهاز العصبي والدماغ عند الجنين وكذا بقول لك أقل عرضة إنه الجنين ينولد قبل أوانو أقل عرضة إنه ينولد بوزن قليل إذا أخذت أوميغا ثري أو أخذت الأسماك حتى إحنا منروح على يعني يفضل إحنا نروح على الأسماك مش نروح على الحبوب في سيدات يحبوا المقلي السمك المقلي أو الفيشفينجرز هاي الأشياء شو بتنصح فيها؟ هلأ الفيشفينجرز اللي هم جاهزين إحنا كمان لأنه منحاول أنا بعرف لأنه إحنا بلادة مش كتير فيها أسماك طازجة مروح على المفرز وسهلة مش غلط لأنه إنتي عم تاخدي أسماك واللي بحابة أطمنه لسيدات إنه معظم الأسماك اللي بنعمل منها الفيشفينجر وهدول مش من سماك القرش وهدول الأسماك اللي حكينا عنهم فيها وتقدر تتناولها قلنا بمعدل مرة في السمك الألي بيقلل من القيمة الغذائية للسماك؟ ما بيأثر على الفيتامين دي ما بيأثر على الفيتامين اي ما بيأثر على الأوميغا ثري ولكن ممكن يأثر شوي على البروتينات الأمينو أسدز الموجودة الأحماض الأمينية الموجودة في السمك وبرفع نسبة الجهون وإحنا بنعرف أنه معظم الحوامل بدهم ينتبهوا على وزنهم ياخدوا الأشياء المفيدة مش غلط نبدأ نحضر الأسماك بالطريقة مختلفة لناخد منها الصوائد الصحية هلأ في بداية الحمل مثلا أول ثلاثة شهر بعدين بيصير عندنا المرحلة شوي استقرار للحمل أول ثلاثة شهر عادي بتنصحي بالسماك يعني كيف توزيع السماك خلال أشهر الحمل؟ ما بيأثر تقدر تأخذ خلال الفترة يعني فترة الحمل كاملة الأسماك من الأسماك المسموحة هلأ إذا حاب تأخذ نسبة عالية من الأوميغا ثري أنا بفضل تختار السلمون في الأنشوفي مع أنه شوي مالح أه بتنصحي كده أسألت الأنشوفي اللي هو بيأتي مع اللب للي ما بعرفه صغير كثير السماك ولكن عالي جدا بالأوميغا ثري أعلى من السلمون مرح لسه جبته وأعني بحكي هذا قديم مفيد؟ التونا ولا سردين ولا أنشوفي هلأ هو لأنه مدخن ومالح إذا هي طبعا ما عندها ضغط ما عندها أي مشاكل عالي جدا يعني أعلى أنواع الأسماك طب اعتبار مطبوخ بيخوف أنه ني ولا؟ لا بيأتي المعلب بيأتي معرض لحرارة آه معرض لحرارة إذا ني لا طبعا ما منتناوله اللي بيكون معرض لحرارة ومطبوخ ومعلب أصدقتي بتحكي مدخن يعني إذا مدخن يعني هل يعني أنه مطبوخ؟ المدخن اللي هو معرض لزي النوع الدخان اللي هو بطريقة تصنيعية عشان يعطي الطمع الطعم الموجود فيه ما فيه أي مشكلة بس إحنا قلنا من نبتعد عن الأنواع المدخنة والمملحة عشان إذا كان عندها مشاكل ضغط أو إذا كان عندها يعني من نبتعد عن الأشياء المالحة هاي نعطيها لنصائح للحامل إذا هي كل شي عندها طبيعي وما فيه أي مشكلة والأسماك هاي مطبوخة 100% ما فيه مشكلة تمام دي أشكرك ربا إذا نسالت ناس تتناول السماك ما تخافي من السماك من مرة لمرتين على الأقال حلو إذا بتقدري برضو من مصادر نباتية أو زيت السماك زيت السماك بس أهم إشي استشارة الطبيب خاصة إذا عم تأخذ أدوية أو عندها أي مشاكل صحية ونقرأة تمام شكرا إليك ربا